اشتركوا في القناة رح يمكث فيها القمر من الآن لغاية الساعة 4.36 دقيقة من عصر اليوم الخميس يعني بتوقيت الاردن الساعة 7.5 تقريبا 7.5 مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء او اتفاق الشركاء مع بعض وبرضو بتنفع للضغط على الاعداء اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في السرطان فزي ما حكينا انه مناخد من صفات برج السرطان وهي بتأثر على جميع الابرج انه منحس ملامح برج السرطان هي الوجه العام اللي بيأثر على الكل فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة اكثر ومنحاول خلق جو من الامان النا والاحبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب ذكرياته او صور تذكارية او يعني يتذكر اشياء قديمة يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بيصير عنا حافز كبير لالتهام الطعاب علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراع عقار ماء او زراعة نبتة او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت منتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلاكية عنا مجموعة زوايا كثيرة اليوم طبعا وفي عنا خلوم مسار اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وصد دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة 11 صباحا بتعزز الخيال الخاص بعنا وبيقوى الحدس عنا وعليه فاكثر المستفيدين هم اللي بيشتغلوا بمجالات ذات صلة بذلك يعني مثل الفن ديكور تجميل البرمجيات الاشياء هاي اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة 12 وثلاثة واربعين دقيقة ظهرا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة واربع وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت الاردن الساعة اربعة واربع وخمسين دقيقة بعد العصر بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة بعد العصر بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار زي ما حكينا هو بيبدأ الساعة ثنتين وثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة بعد العصر بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى يوم الجمعة يعني حتى اليوم التالي اول ساعة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني الساعة تناعش وثلاثة وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة فجرا بانتقل بعدها القمر للأسد هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه زاوية راح بطيئة راح تتشكل فيه اثناء خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 11 و30 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني قبل منتصف الليل بنص ساعة بعدي من مساء يوم الخميس على الجمعة طبعا بالنسبة لتوقيت الاردن من زي ثلاث ساعات يعني ساعة 22 ونص فجرا هاي الزاوية طبعا لها تأثير هي تقريبا السبع ايام عشان هيك الزهرة منتحسة هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في هذا الشيء طبعا بتخلق هاي الزاوية برضو بعض الرغبات الغريبة بالفترة هاي برضو بتسبب اضطرابات في العلاقات العاطفية والصداقات نوع من أنواع المشاحنات أو سوء التفاهم أو بتنكشف بعض الشخصيات بالفترة هاي فبتسبب نوع من أنواع الاكتئاب بتدفع البعض للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتهم والإفراط في الأكل لدى البعض وهذا الشيء ممكن يسبب اضطرابات صحية يعني بصير في شهية للأكل أكتر أو رغبة للأكل بتسبب اضطرابات تلبك معه ويمغص حالات من العيان بدهم يستفرغوا أشياء من هذا النوع طبعا خلو المسار القادم بعد انتقال القمر للأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 12 بيبدأ في تمام ساعة 11 و42 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو 13 حتى تمام ساعة 8 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج العذرة عمر القمر عمر القمر انحسار المربع 24 يوم في تمام ساعة 10 مساء بصير 25 يوم نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 39 سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحس بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة يعني زي يوم أمس أهم شي إنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسع كل يوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتحذروا من التصرفات العذائية وحاولوا إنكم تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح ممكن يكون إما بتسمعه أو أنت بتتفوه فيه برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شي إنكم تكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة حاول إنك تعبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات والتحفظات حاول إنك ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وتيرتك في منك رح يهتم بمواضيع الاتصالات والسيارات برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي ما بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية حاولوا إنك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء حاول إنك تبرر مواقفك بوضوع بعيد عن أي سوء تفاهم وفي نفس اللحظة دير بالك من بعض القرارات اللي ممكن تكون خاطئة برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر فعشان هيك لازم تستغلها برج الأسد بيسيطر التعب عليكم وحاولوا إنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما إنها بتحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض للبعض صحيح إنه مش كل شيء بخوف ولكن ديروا بالكم إن شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الأطباء ممكن تفشل في خلال هذا اليوم في أعمالك أو في حصد النجاح وبيخيب أمالك أو بتخيب أمالك لتأجيل أو إلغاء في آخر اللحظات فعشان هيك بدك تكون مهيئ لهاي الأمور وبكرة الأجواء بتصير أحسن من اليوم برج العذرة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبة اليوم العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد وممكن تشارك في ورشة عمل ما الأجواء جيدة وواعدة حاول أنك تنجز كل الأعمال المهمة قبل يوم الغد قبل وصول القمر لبيت متعبك برج الميزان ابتتركز جهودكم نحو عملكم ونحو علاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك لما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج العقرب ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص أجانب كونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك اليوم أهم إشي إنك ما تقف ساكن وتحرك لا تنتبه أو تلتفت للشمس الموجود في بيت متاعبك لأنه اليوم طاقة القمر بتمنحك طاقة عالية جداً بتكون لصالحك والشمس برضو لا تنسى إنها سعيدة برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية خصوصاً المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء كل يوم تتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولأعادة بعض الأمور لنصبها حادروا من مخالفة القوانين والتعليمات حاول إنك يعني ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بإجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور والخطوات أو تغير نمط معين أنا بشوف إنه ما فيه أي مشكلة حاول إنك ما توجه انتقاد لأي شخص برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أهم شيء كل يوم تحاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من الأعمال وحاولوا برضو إنك ما تهملوا صحتكم حاولوا إنك ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم حاذروا من تراجع صحي حاول تغير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند حاول تباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل ليش كله حاذر 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 القمر في البيت السادس وهذا بيت العمل والصحة عادة بعمل تنبيهات ممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين أحد الزملاء ويكون نجح وممكن تنجز عمل تكافى عليه خلال هذا اليوم برج الحوت ابتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي وعلى المستوى الحظ وعلى مستوى التقارب ما بينك وبين أحباءك اليوم ممكن يقدم لك فرصة مناسبة للمصالح حول التسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك اليوم متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا هاي فترة إيجابية لازم تستغلها بكل طاقتك لأنه كمان يوم القمر رح يصير في البيت السادس وهذا الإشي يعني بيوت المواجهة يابل ما ننتهي من توقعاتنا من حب أو بحب أشكر كل الأشخاص اللي انتسبوا أولا وطلعت عندهم إشارة الانتساب وهي بتكون جنب الاشتراك أو سبسكرايب تبع القناة بتلاقي في كلمة جوين هاي إذا طلعت عندك تحت الفيديو مباشرة يعني تحت الحلقة هاي معناته أنت الآن بإمكانك أنك تنتسب بالقناة من خلال الضغط على جوينت وبرضو هي كل التعليمات موجودة فيها اللي ما بقدر يعني لايك وكومنت وشير هدولا لحالهن يعتبر دعم فإذا ما بتقدر تدعم ماديا أغل ما فيها إدعم معنويا إذا ما بدك تدعم معنويا يا أخي في عندك الديسلايك روحك بسعليه إذا ما عجبك كمان الديسلايك يا أخي عادي بلغ زي هلبي بلغوا وقول إني أنا زلمي بحرض على التطرف وحضرني واتابعني حاب تسب علي برضو عادي جدا انزل تحت واكتب لك مسبة هيك ومشي حالك فيها صحيح راح أحذفها يعني إذا كانت مسبة وقحة ما راح أقصر معك يعني راح أعرف أرد عليك إذا كانت مسبة هيك مشي حالك عادي بخلي لك هيها أهم إشي والله ما حدا يكتب لي كذب المنجمون ولو صدفوا أو صدقوا صدق الله العظيم لأنها هاي والله ما هي آية هذه عبارة عن مقولة ولهي حديث لا تنسبوها للرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام يعني بمشي لكم إياها بمزاجي واللي بده يفتي في الدين يعني رحي شوف له قنافي للفتاوى وفي للشيوخ وفي هذا والله أنا فاضي أقعد ألت وأعجن في فتاوى وقضايا لها علاقة بالدين لإني أنا مش مفتي وديننا للعلم مفيش في شيوخ في علماء دين اللي بيشوف حاله هو عالم دين يتفضل يدندل تحت ويكتب لي شهادته العلمية اللي بيشوف حاله أنه هو يعني زيه زينا هيك فاهم الطبخة يدعينا بالهداية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ل merge بوقت اشهد الوالدين بتنهي ترجمة نانسية ترجمة نانسية